سبقا الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا ومن يومين تقريبا بدأت فعليات الملتقى السابع للشبكة العربية للرصد وتغيير سولة الرجل والمرأة في الإعلام العربي عايزين نتكلم عن الصورة النمطية للرجل والمرأة في الإعلام العربي عايزين نتكلم عن الملتقى وعن سبب إنشاء الشبكة عموما كان إيه؟ أسئلة كثيرة جدا حيجاوب عنها النهاردة ضفنا دكتور عبد الناصر النجارن أسفل نقيب الصحفيين الفلسطيني صباح الخير صباح الخير يعني دكتور عبد الناصر حنبتدي من الأول أن الشبكة إنشأت سنة 2006 وده الملتقى السابع سبب إنشاء الشبكة من البداية كان إيه؟ يعني من البداية كنا نؤمن أن للإعلام دور مهم في إحداث التغيير في كافة مجالات الحياة وكان لابد من التركيز على تغيير صورة المرأة العربية وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة العربية حيث كان أن المرأة هي تصلح للمنزل هي تصلح كربة بيت كأم جيدة هذه النظرة كانت بحاجة إلى تغيير من خلال الضغط الذي تمارسه وسائل الإعلام وبالتالي كان لابد من تجميع مجموعة من الشخصيات الإعلامية أو المؤسسات النسوية أو تلك العاملة في حقوق المرأة من أجل أولا دراسة هذه الصورة لأننا كثيرا كنا نسمع عن أن هذه الصورة تلبية أن هذه الصورة نمطية ولكن كيف لنا أن نتأكد كان لابد من دراسة وسائل الإعلام من عمل أبحاث إعلامية في هذا المجال للتأكد من أن هذه الصورة النمطية هي السائدة وأيضا وضع الحلول لإحداث تغيير حقيقي في هذه الصورة في وسائل الإعلام من أجل تشكيل رأي عام لصالح المرأة العربية أعضاء الشبكة في كم دولة؟ 12 دولة عربية الآن 12 دولة عربية بتشارك فرص صورة المرأة في الإعلام وعلى مدار من 2006 حتى الآن لو حدثت تقدر تلخص لنا ما رصدتم والتغييرات التي حدثت يعني ما رصدنا هو في كل دولة عربية الصورة النمطية المعروفة شكلنا مراصد كل دولة عربية يجب أن يكون فيها مرصد وشبكة محلية الشبكة المحلية تضم مجموعة من المؤسسات العاملة في المجال النسوي والحقوقي والإعلامي في هذه الدول وبالتالي في كل عام نحدد ما هي الأمور التي سنرصدها هل هي وسائل إعلام مرئية مسموعة أم مقروعة كيفية أو حتى الدراما بدأنا برصد الدراما كمسلسلات الرمضانية لتأكد من أن هذه الصورة هي ما زالت صورة نمطية والتغيير الحقيقي يعني في السنة الماضية مثلا في فلسطين رصدنا صورة المرأة الفلسطينية في الصحف اليومية المحلية حول استحقاق أيلول كان هناك أيضا مسلسل سكيتشات ومسلسل تلفزيوني أيضا رصدنا صورة المرأة فيه توصلنا إلى نتائج جبنا صناع القرار في وسائل الإعلام ضغطنا من أجل إحداث تغيير وفعلا يعني كاتب المسلسل وعدنا في الشهر الرمضان المقبل أن يكون هناك تغيير في هذا المسلسل باتجاه صورة إيجابية للمرأة هذا ما نطمح به أن نضغط على صناع القرار في وسائل الإعلام لتغيير هذه الصورة أيضا لأن تكون المرأة العربية هي مرأة رائدة هي مرأة تحصل على المساواة الحقيقية وليس المساواة يعني بياء الكلام فقط هل تغييرت الصورة دي مع ثورات الربيع العربي حتى لو يعني تغيير طفيف للأسف قد يكون هناك ارتداد وهذا أمر قطير قطير جدا يعني كنا نتمنى يعني أن يكون هناك دور أكبر للمرأة العربية في الثورات في صنع القرار أن تكون المرأة العربية قيادية أن تكون المرأة العربية هي فعلا رائدة ولكن ما نلاحظه في كثير من الدول التي حضرت فيها هذه الثورات أن هناك ارتداد في دور المرأة في إمكانية أن تتبوأ صناعة القرار وفي المراكز العليا حضرتك قدمت في الملطقة دراسة عن صورة الرجل والمرأة في الأعلام الفلسطيني ملخصة؟ ملخصة يعني كنا المرأة الفلسطينية هي مرأة مناضلة وهي تشارك في النضال بجانب الرجل منذ ستة عقود ولكن للأسف أن هذا النضال عندما نرى ما هو دور المرأة الحقيقي هل هي أصبحت صانعة قرار هل هي أصبحت في المناصب العليا المتقدمة هل هي ما زال الدور هو دور ثانوي نحن نؤكد أن الدور ما زال ثانويا رغم التقدم الملحوظ الذي حصل فيه كثير من القضايا منها الكوتا النسوية في السلطة التشريعية في المؤسسات الحكومية في المؤسسات العليا ولكن هذا لا يكفي حتى تكون المرأة قادرة على أخذ حقوقها كاملة وعلى إحداث نوع من المسواة الحقيقية وليس المسواة فقط من أجل أن نقول أن لدينا مسواة في المنطقة هذه هذا اللي بتطالب بالمرأة في جميع الدول العربية حضرتك كنت بتكلم على إلزام صناع القرار وصناع الإعلام وصناع الدراما بأنهم يتبعوا صورة معينة للمرأة في الإعلام وبالتالي قررتوا استصدار زي ميثاق الشرف بيحدد عملية صورة الرجل والمرأة الموجودة في الإعلام وإلزام صناع الإعلام بها إزاي هتلزموهم بها؟ يعني إلزام أخلاقي وبالتالي عندما ننجز ميثاق الشرف سنقوم بدعوة صناع القرار في وسائل الإعلام والإعلاميين أيضا لأن الإعلامي له دور والإعلامية لها دور فيما تكتبه فيما تنشره أو ما ينشف في وسائل الإعلام وبالتالي عندما يتم التوقيع ولو من مجموعة في البداية ثم نصل إلى الغالبية نستطيع أن نقول أن يمكننا إحداث تغيير حقيقي في صورة المرأة وفي دورها من خلال ما نستغله في وسائل الإعلام لو كلمنا مثلا عن أهم بنود هذا الميثاق مثلا أن لا يكون جسد المرأة هو الطاغ في الإعلانات التجارية هذا في كل سواء كان في التلفزيون أو في الصحاف المقروع أيضا في المجلات أو في الصحاف اليومية وهذا أمر ضروري جدا لأنه ما زال المرأة تستغل في الإعلانات التجارية بطريقة بشعة في كل وسائل أو معظم وسائل الإعلام العربية أيضا للتأكد من استخدام كيفية استخدام المصطلحات نحن نظلنا كثيرا في وسائل الإعلام الفلسطينية من أجل فقط أن تكتب كلمة نائبة وليس نائب لأن تعرفوا يعني العضو البرلمان هو نائب والنائبة هي المصيبة وتاء التأنيت نظلنا جميعا أننا كنا القصد في المعنى وليس قصدها في مفهومة في اللغة العربية وبالتالي أيضا تغيير المصطلحات من أجل أن نكون صورة جيدة لدى المتلقي عن ما هي دور المرأة وكيفية المساعدة في الوصول إلى مساواة حقيقية هل هتقدروا تنفذوا دا يا دكتور فيه؟ أي عمل إعلامي ليه من ساق شارف وكلنا بنعلمه؟ بس مش لازم نعمل بي استطعنا التغيير في كثير من الأحيان أنا أيضا يعني كوني كرنقيب للصحفيين أنا نائب رئيس تحرير في صحيفة يومية أيضا من خلال الضغط الذي مورس علي وأنا مارسته كمان على في الوسيلة الإعلام التي أعمل بها نحن اليوم يعني هناك سبع كاتبات صحفيات يقمنا بتناول قضايا المرأة والقضايا السياسية والشأن العام هذا أمر مهم وجيد إذا ما تمكننا في كل وسائل الإعلام أو في معظم وسائل الإعلام من الوصول إلى جزء من هذه المعطيات نكون قد حققنا على أقل ما نرغب به في الفترة الحالية في عمل لمدة سبع سنوات وده الملتقى السابع على مدار السبع سنوات هل شعرتم بأن في تغييرات فعلا قدرت الشبكة نتحققها؟ صحيح نقول أنه في مجموعة من وسائل الإعلام غيرت سياستها التحريرية بالتجاهتنا والقضايا المرأة بالتخفيف من العنات التجارية ربما المسيئة وربما بعض المسلسلات التلفزيونية التي وعدنا بتغيير طريقة كتابتها بأن تظهر صورة المرأة أكثر إيجابية بأنها متقفة بأنها صانعة قرار بأنها قيادية وليست تابعة بالمطلع هل بتسعي دكتور أن يكون فيه قانون هو الذي يلزم صناع القرار وصناع الإعلام بإظهار المرأة بشكل معين في الإعلام العربية؟ لا نريد أن نتحدث عن قوانين الأهم من القوانين هي الأخلاقيات في مهنة الإعلام لكن في كل دول العالم هناك قوانين بتحدد القانون هو الذي يحدد مثلا عندما نقول أن القانون هو الذي يحدد المساوى الحقيقية نفرض أن هناك قانون يقول أن نسبة مشاركة المرأة في المجال التشريعية أن يجب أن يكون 50% أو كوتنا سوية 30% نعم هناك القوانين تحدد ولكن أيضا نحن نريد للإعلام أن يلعب دورا إيجابيا لأننا إذا ما تمكننا من الوصول إلى وسائل الإعلام من إقناع صناع القرار في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة أو التي تسوز في بعض وسائل الإعلام ربما نكون غيرنا كل الفكرة عن المرأة وعن دور المرأة وعن حقوق المرأة العربية وعن إحداث نوع من التفكير الإيجابي في مساواة حقيقية حريك بتقول أن هناك 12 دولة عربية مشاركة في الشبكة وباقي الدول العربية نتمنى ذلك ربما حلقة الضعف هي في منطقة الخليج العربي ونتمنى أن نضم بقية الدول في المستقبل ما الذي تأمل أن الشبكة تحققه في السنوات القادمة؟ أن تكون فعلا صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية هي مرادفة لصورتها في وسائل الإعلام الغربية أو على الأقل في وسائل الإعلام ذات الطابعة التي يكون فيها طابعة ديمقراطية حقيقية من 2006 حتى النهاردة سبع يعني ده الملتقى السابع صحيح صحيح يعني هو مش بشكل سنوي في سنوات بيقف فيها؟ يعني في البداية ربما كان هناك يعقد لدورتين في السنة لكن خلال السنوات الماضية نعقد دورة واحدة في السنة ومن ثم نعقد مجموعة دورات في مراصدنا المحلية لأنه يجب أن نركز أيضا على القيمة المحلية للشبكات هذه القيمة تعقد ورش عمل تلتقي مع صنع قرار تلتقي مع طلبة إعلام تدرب أيضا صحفيين وصحفيات من الخرجين على كيفية تناول قضايا المرأة كيفية صياغة المعلومات كيفية استخدام المصطلحات نأمل أن كل هذا سيؤدي في النهاية إلى نتيجة جمعية جيدة سنرى نساق الشرف مكتوب إمتى وإمتى نستطيع أن نطلع عليه خلال ثلاثة شهور إن شاء الله وكيف يمكن المشاركة في المنطقة هموما كل شبكة محلية يجب أن توفر المعلومات لكل وسائل الإعلام المحلية أن تستدعي ممثلين عن وسائل هذه الإعلام للمشاركة في الشبكة وفي فعالياتها والمشاركة يمكن أن تكون عن طريق دراسة أو ممكن يشاركوه كأعضاء فقط كأعضاء ويكون أفضل الدراسات تحتاج إلى جهد وتكلفة كبيرة وبالتالي نحن ما زلنا متطوعين جميع الأعضاء في الشبكة سواء الشبكات المحلية أو الشبكة الأم الكبرى جميعنا متطوعون وبالتالي من أراد من الإعلاميين التطوع ومن المؤسسات الحقوقية التطوع في هذا المجال من أجل مساواة حقيقية من أجل صورة إيجابية في وسائل الإعلام العربية للمرأة فأهلا وسهلا بي بنتمنى طبعا كل التوفيق للشبكة العربية وبشكر حدثك جدا دكتور عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطيني بشكر حديثك على وجودك معنا النهار شكرا لك مشاهدين خليكم معنا هنكمل بقية فكراتنا بس بعد الفقس اشتركوا في القناة